أعرب وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك راستر عن استعداد بلاده للاستثمار إلى جانب الرباط في الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو راستر أكد من الدار البيضاء المصالح المشتركة بين الطرفين وعبر عن الرغبة في العمل على إنعاش العلاقة وفي معرض تذكيره بالزيارة التي قام بها وزير الخارجية ستيفان سجورنيا إلى الرباط نهاية فبراير الماضي والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات بعد سلسلة من الأزمات الدبلوماسية أشهد راستر مجددا بجهود المغرب على صعيد الاستثمارات في الصحراء وأعلن أيضا أن فرنسا مستعدة لدعم هذه الجهود مشيرا إلى أن شركة بروباركو التابعة روكالة التنمية الفرنسية والمخصصة للقطاع الخاص يمكن أن تساهم في تمويل خط الجهد العالي بين مدينتي الداخل جنوب الصحراء الغربية والدار البيضاء خطوة قد تلقي بظلالها على علاقات فرنسا مع جارة المغرب الجزائر التي ما زالت تنظر للصحراء الغربية بأنها منطقة متنازع عليها يذكر أن فرنسا المستثمر الأجنبي الأول في المغرب وبلغت المبادلات التجارية بينهما مستوى قياسيا عند 14 مليار يورو العام الماضي معنا من باريس سمانوال دوبير رئيس مركز التلقب والأمن سيد دوبير أهلا بك معي فرنسا تعرب عن سعدادها للاستثمار في المغرب أو مع المغرب في الصحراء الغربية ماذا نفهم من هذا التصريح وفي هذا التوقيت تحديدا؟ نعم فرنسا ستستثمر في المنطقة الجنوبية للمغرب ولكن هذا القرار هو قرار اقتصادي وليس قرارا سياسيا الوزير ليستير أشار إلى أن فرنسا ستدعم استثمارات الشركات الخاصة ولكن علينا أن نقرأ هذا القرار في إيطار قرار اقتصادي بمعنى أن هذا القرار ليس سياسيا وأن فرنسا لن تغير موقفها من الصحراء الغربية بعض الدول كألمانيا وإسبانيا أو أمريكا هي أيضا موجودة في المنطقة ولكنها تعترف بأن الصحراء الغربية هي مغربية فرنسا حتى الآن غير موجودة عبر هذه الشركات إلى حد كبير ونعرف أن فرنسا هي من أهم الشركاء التجاريين للمغرب ولكن ليست هي الشركة الوحيد هي في هذا المجال تتنافس مع إسبانيا وقرار فرنسا هذا اتخذ لكي يستمر التنافس مع الدول الأخرى في المغرب هناك من يرى العكس سيد دوبي كما تفضلت هو قرار اقتصادي ليس سياسيا ولكن هناك من يرى أنه قرار سياسي وليس اقتصادي أساسا لأن هناك توقيت هناك محاولة خلال هذه الفترة لربما لتحسين العلاقات الجزائرية الفرنسية ولربما مثل هذه الخطوة لربما تعطل الجهود المبدولة لإصلاح العلاقات لا مجددا برأيي القرار ليس سياسيا القرار السياسي يعني اعتراف فرنسا رسميا كما فعلت أمريكا في العام 2020 وإسبانيا في العام الماضي بأن الصحراء الغربية مغربية ولكن فرنسا ترتكز على قرار مجلس الأمن بمعنى الخطة التي يقترحها المغرب للاستقلالية للصحراء الغربية فرنسا لا تريد أن تتخذ موقفا هنا يؤثر سلبا على شركائها خاصة على الجزائر علينا أن نتذكر أن الرئيس الجزائري سيأتي إلى باريس عما قريب ونحن نريد أن فرنسا تريد أن تحافظ على توازن بين علاقاتها مع المغرب ومع الجزائر ما المجالات التي ترى أن فرنسا مهتمة في الاستثمار فيها بالمغرب؟ هناك مشاريع كثيرة هناك الطريق السريع الإلكتروني بين كازابلانكا أو دار البيضاء ودخل والخط الكهربائي الذي أشارتم إليه وكذلك أيضا الاستثمار في مرفأ الدخلة في جنوب المغرب وكذلك النبيب الغاز وكذلك المشاريع السياسية وكل المشاريع التي ترتبط برغبة الملك المغربي بتطوير المناطق الجنوبية في إطار التنمية المستدامة إن قامت الجزائر بفتح هذا الملف إلى الزيارة المرتقبة أقول الرئيس تابون لفرنسا ما الجواب الذي سيكون لدى فرنسا فيما يتعلق بالصحراء؟ نعم في هذا المجال لذلك كما سبق وقلت فرنسا لم تتخذ قرارا سياسيا لكي لا تؤثر على علاقاتها مع الجزائر هناك شركات خاصة فرنسية وليس شركات تابعة للدولة الفرنسية التي تقوم بعمليات الاستثمار فرنسا يمكنها مثلا عبر شركات روباركو التي تركز على القطاع الخاص يمكنها أن تساعد في دخول الشركات الخاصة الفرنسية إلى جنوب المغرب وذلك يجدر أن لا يغضب الجزائر لأن فرنسا توازن في علاقاتها بين الجزائر والمغرب علاقات فرنسا تاريخية مع المغرب وتريد أيضا علاقة مستقرة مع الجزائر لذلك فرنسا تريد من زيارة الرئيس تابون إلى فرنسا أن تدفع بهذه العلاقة الصعبة بين الدولتين سيد دبي ما حجم الاستثمار المتوقع داني أقول الفرنسي في منطقة الصحراء نتحدث ماليا لن تكون استثمارات كبيرة جدا لأسباب كثيرة ملك المغرب قد باشر بمشاريع البنى التحتية الكبيرة منذ عدة أشهر ولم يطلب من أي شركة فرنسية أن تشارك في هذه الاستثمارات الاستثمارات فرنسية تأتي بعد استثمارات الإمارات وإسبانيا وفرنسا وأمريكا وإسرائيل علينا أن نتذكر أن فرنسا أيضا تلي الدول الموقعة لاتفاقيات إبراهيم في مجال الاستثمارات فهناك تركيز أيضا على الاقتصاد في المرافق وكذلك في قطاع الصيد وقضاع التجارة هذه هي القطاعات التي تشارك فيها فرنسا على وجه التحديد هناك أيضا إصلاح بعض الفنادق وإعادة تأهيلها في المنطقة وبالتالي فرنسا تأتي بعد الدول الأخرى التي ذكرت ولكن أيضا مع خبرتها الخاصة في بعض المجالات المحددة في القطاعات الجنوبية فرنسا هي المستثمر الأجنبي الأول في المغرب بلغت المبادلات تجارية بين البلدين مستوى قياسي عند 14 مليار يورو في عام 2023 أشكرك جزيلا شكرا من باريس سامويل دوبي رئيس مركز الترقب والأمن